ألم في فروة مستمر وقام ينتفخ انتفاخ للشعر الدهني تعرفين شنو طبعا سؤالة هذا مشقين تعرفين شنو الشعر دهني فروة دهنية شنو الانتفاخات هذا عبارة عن حبوب لأن الدهون تدخل في مسامات الشعر طل تسوي حبوب وتزيح الشعر طيح الشعر من أسباب تساقط الشعر هو الفروة الدهنية طبعا ألم في فروة راسج معناه أن هناك تساقط شعر لأن كل شعر متصل في عضلة صغيرة دقيقة اسمها إلكتر بيلاي الشعر طاح يجر مع العضلة فالعضلة تشد فيسبب لك ألم في فروة الراس أي وحدة فيها ألم في فروة الراس تعالج ساقط الشعر إذا وضفت ساقط الشعر يراح يروح الألم الخلايا الجذعية من علاجات الشعر الهرموني الوراثي قامت تستخدم طبعا هي من زمان عليها دراسات وما زالت جديدة تعتبر علاج جديد لكن بصراحة الخلايا الجذعية أمانة لها مستقبل حلو يعني ليس لكل يستجيب له لكن في بعض الناس قاموا يستجيبون له بطريقة ممتازة يعني أتوقع أتوقع خلال يعني سنة سنتين يعني يعني راح يتفوق حتى على البلازما أمر البلازما اللي يتساقط الشعر فيستخدم طبعا لما يقول بلازما يقول خالج جذعية مو معنى أن هذه علاجات أساسية هذه ترى كلها علاجات مش أساسية لتساقط الشعر لكن من العلاجات نسويها في العيادات البلازما تذكرون قبل يعني خمس أو ست سنوات متابعيني من زمان قبل خمس سنوات كنت أسوله فأقول عن البلازما أنه يعني غير مفيد كل أطبالهم كانوا غير مفيد اليوم ما حد يقدر يقول البلازما غير مفيد قمنا نقول لأنه طلعت دراسة عليه قام يطور قام يصير فيه يعني أمور جديدة بالبلازما فاليوم قمنا نقول أنه البلازما يعتبر علاج مساند جيد مو علاج أساسي أيضا الخلايا الجذعية كنا قبل نقول الحين فيه دراسة عليها ونتائج أكثر فصارت توازي أبر البلازما بسراحة اليوم ما حد يدين كرها يعني إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير